هنتكلم النهاردة عن مشروع من مشاريع المربحة واللي ملهاش مصاريف تكلفة كتيرة يعني بيكون مطلوب منك في الشهر مصاريف محدودة زي الكهرباء والمية والصيانة المكان والرواتب بس ومش بتحتاج تشتري material لأي حاجة وهو مشروع صالة جيم ومركز لياقة بدنية هنتكلم بالتفصيل عن دراسة جدوى تعسيس صالة الجيم بالكامل محتاج إيه وكمان إزاي تسوق للمشروع وتشتغل صح عشان تبدأ مشروع جيم لازم تختار مكان مناسب علشان تبدأ في المشروع ويكون في مكان حيوي ومنطقة سكنية لازم المكان اللي هتأجره أو تشتريه لازم يكون مساحة كبيرة على الأقل 50 متر ولازم يكون في حمام ولازم تأفل في مكان لتغيير الملابس علشان تبدأ مشروع الجيم ومركز لياقة بدنية في أجهزة لا غنى عنها ولازم تبقى موجودة عندك أنا هتكلم عن الأساسيات ولو حابب تزود برضو مفيش مشكلة هنتكلم الأول عن أجهزة التخصيص واللياقة البدنية اللي لازم تكون موجودة في الجيم أول جهاز لازم تجيبه هو المشايات ولازم على الأقل يكون عندك في الجيم عدد 2 مشاية أقل حاجة مهم جدا يكون عندك مشايات في الجيم لأن ده اللي بيميز الجيم الكبير عن الجيم البلدي وأفضل أنواع المشايات الكهربائية زي سبرينت فيجاس ايكون فتنس سوبر اكتف كل دي أنواع مميزة جدا ومحترمة جدا وسعر المشاية بيتروح بين 10.000 جنيه لحد 50.000 جنيه حسب النوع والجودة والسرعات تاني جهاز لازم يكون عندك هو عجلة التخصيص وجهاز الأورب تراك وبرضو على الأقل يكون عندك 2 عجلة التخصيص وأورب تراك والجهازين دول مهمين جدا في الجيم أفضل أنواع عجلة التخصيص زي نوع نورديك تراك S22i إشلون سمارت سكايلاند وسعر عجلة التخصيص والأورب تراك بتتروح بين 5000 جنيه لحد 25.000 جنيه حسب نوع العجلة وجودتها وكل ما قطرت من المشايات والعجل هيباني إن الجيم عندك بروفيشنال أكتر لو حابب تضيف الجيم وحدة سونة وجاكوزي يبقى ممتاز جدا في شركات كتير ممكن تبني لك وحدة سونة خشبية بشكل ممتاز حسب المساحة اللي انت عاوزها أو تشتري وحدة سونة جهزة بسخنات فنلندي وممكن سعر غرفة السونة يتراوح بين 15.000 جنيه وانت طالع حسب المساحة وعدد السخنات الموجودة في الغرفة وبالنسبة لبانيو الجاكوزي تقدر تشتري بانيو جاكوزي وده سعره بيتراوح بين 5.000 إلى 25.000 جنيه حسب مساحته جودته برضه وما تنساش برضه ميزان ديجيتال ضروري جدا علشان المتدربين يوزنوا نفسهم عليه إحنا كده تكلمنا عن الأجهزة اللازمة علشان اللياقة البدنية هنيجي نتكلم بقى عن تجهيز الجيم نفسه زي ما قلنا في البداية لازم تأجر أو تشتري مكان يكون مساحته كبيرة علشان يشيل الأجهزة مرتاح ويكون في أماكن واسعة علشان المتدربين يتحركوا في الجيم براحتهم بشكل مناسب وتتوزع على مساحت الجيم بشكل مناسب مهم جدا لنظافة واستمرار الجيم هو أنظم التهوية والشفاتات والتكييفات علشان المتدربين يحسوا براعها إثناء التدريب رابع حاجه ودي مهمة جدا 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 لازم أرضية الجيم تتفرش كويتشي رابر وديه علشان تمتص الصدمات لأن أثناء التدريب يقع على الأرض أوزان طارات وضنابل وممكن تأثر على الأرضية وتأثر كمان على المبنى نفسه فلازم الأرضية كلها تتفرش رابر كاويتش سمك 2 سنتي على الأقل وسعر متر الرابر كلقاتي متر الأرضية كاويتش سمك 2 سنتي المصري المتر المربع سعره بيبدأ من 380 جنيه ل400 جنيه والتركي سعر المتر المربع بيبدأ من 500 جنيه ل550 جنيه وحسب المساحة بقى يعني لو هتشتري المصري وانت مساحتك 50 متر مربع هتضرب 50 في 400 هيبقى التكلفة 20 ألف جنيه ومهم جدا يكون على حوائط الجيم مرايات كبيرة في كل مكان علشان المرايات دي من أهم أساسيات الجيم علشان المتدربين يشوفوا نفسهم في المرايات أثناء التدريب وصور كتير لأبطال كمال الأجسام برضو تتسبت على الحوائط هنتكلم بقى عن الأجهزة والمكان والأدوات اللي محتاجها علشان تأسس جيم قوي هنبدأ أول حاجة بالبرات والترات والضنابل وهنتكلم عن متوسط أسعارها أول حاجة هتشتري بار زجزاج فاضي نظيف وده علشان تمرين الباي والتراي والأكتاف وده سعره في حدود ألف جنيه هتشتري مش أقل من أربعة بار دولي طول متر وسبعين سانتي وطول متر وتمانين سانتي وطول اتنين متر والبرات أسعارها من ألف وخمسمائة جنيه لحد ألفين وخمسمائة جنيه هتجيب حامل بارات علشان تريح عليه البرات بدل ما تتحطى على الأرض وده بيكون في حدود أربعة تلاف جنيه هتشتري طارات بأوزان مختلفة بداية من اتنين ونص كيلو لحد طارة خمسة وعشرين كيلو وهتشتري من كل وزن على الأقل أربع طارات وسعر الطارة بيبقى بالكيلو يعني كيلو الطارات بيعمل في حدود خمسة وعشرين جنيه يعني الطارة العشرة كيلو سعرها متن وخمسين جنيه هتشتري كمان دنابل حديد ويفضل تشتري دنابل حديد مغلفة بالكويتش الربر مش حديد خام علشان ما يتعبش إيدين المتدربين هتحتاج دنابل بداية من اتنين ونص كيلو لحد دنبل مئة كيلو وهتجيب من كل وزن مش أقل من أربع دنابل هتجيب حامل دنابل وبيكون في حدود خمسة ألاف جنيه علشان تريح عليه الدنابل بدل ما تتحط على الأرض هنتكلم بقى عن الأجهزة اللي هتحتاجها علشان تأسس جم صح ولازم تاخد بالك إنه أنضف نوع أجهزة هو النوع الأمريكي يعني دور على النوع الأمريكي لإن جودته بتكون عالية جدا أول جهاز معنا هو جهاز الفراشة وده جهاز بيشتغل على عضلة الصدر والكتف الأمامي وكمان عضلات الكتف الخلفي والظهر لما بتقلب الطارة وده سعره بيبدأ من 15 ألف جنيه لحد 20 ألف جنيه هتحتاج كمان جهاز بنج مستويات بالحامل وده علشان تمرين عضلات الصدر الأفقي والعالي وسعره بيبدأ من 3500 جنيه لحد 10 ألف جنيه هتحتاج جهاز سحب أرضي وده جهاز بيشتغل على عضلات الكتف الخلفي وعضلات الظهر والمجانس وده سعره بيبدأ من 15000 جنيه لحد 25000 جنيه جهاز سحب عالي وده جهاز بيشتغل على عضلات الظهر والكتف وده من الأجهزة اللي لا غنى عنها في أي جيم يعني يعتبر أساس الجيم وده سعره بيبدأ من 15000 جنيه إلى 25000 جنيه جهاز كابل كروس باي و تراي وده جهاز من أقوى الأجهزة في الجيم ولو استخدامات كتيرة جدا منها تمرين الباي و التراي وتمرين عضلات الصدر والأكتاف وتمرين العقلة وبرضه بيعتبر من الأجهزة التي لا غنى عنها في الجيم وده سعره بيبدأ من 25 ألف جنيه لحد 35 ألف جنيه هتحتاج تشتري جهاز باي سيبس لتمرين عضلات الباي والتراي أو زان وده بديل لدكة الباي وده سعره في حدود 18 ألف جنيه هتحتاج جهاز سميس متعدد الاستخدامات وتقدر به تمرن عضلات البنج المستوي والعالي وتقدر تمرن عضلات القطنية وعضلات الرجل والسمانة وعضلات الأكتاف وكمان الترابيس وده سعره بيبدأ من 15 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه جهاز كتف أو زان وده جهاز بيمرن جميع عضلات الكتف الأمامي والخلفي والعلوي والجانبي وسعره بيبدأ من 15 ألف لحد 25 ألف هتحتاج جهاز رجل دفع وده جهاز بيمرن عضلات الفخد الأمامية والجانبية وده سعره في حدود من 15 ألف جنيه لـ 25 ألف جنيه هتحتاج كمان جهاز رجل أمامي وده جهاز بيمرن عضلات الفخد الأمامية والسمانة وسعره بيبدأ من 15 ألف جنيه ل 20 ألف جنيه هتحتاج كمان جهاز رجل خلفية وده جهاز بيمرن عضلات الفخد الخلفية وده سعره من 10 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه هتحتاج جهاز تمرين البطن وهو عبارة عن دكة مستويات وسعرها بيبدأ من 2500 جنيه هتحتاج كمان عدد 2 دكة مستويات علشان تمرينات البنج الأفكي والعالي وتمرين الأكتاف والمجانس وسعرها بيبدأ من 5000 ل 8000 جنيه هتحتاج كمان واحد دكة باي لتمرين عضلات الباي وسعرها بيكون من 2000 جنيه لحد 5000 جنيه هتجيب مقبض حرف V وده سعره في حدود 600 جنيه هتجيب مصطرة زجزاج ودي في حدود 750 جنيه هتجيب مقبض زوجي وسعره في حدود 650 جنيه هتجيب مقبض فردي وسعره في حدود 400 جنيه هتجيب مصطرة سحب كبيرة وسعرها في حدود 750 جنيه طبعا المقابد والمساطر دي علشان تشتغل في الأجهزة كابل كروس والسحب الأمامي والسحب العلوي دلوقتي احنا اتكلمنا بالتفصيل عن جميع الأجهزة اللي هتحتاجها علشان تأسس جيم قوي ومتكامل هنتكلم بقى دلوقتي ازاي تدير المشروع بشكل قوي وتنجح المشروع وتحقق منه أرباح ممتازة أولا لازم يكون في وقت للرجالة وأوقات للسيدات لان انت بتستهدف كل الفئات الجنسية والعمرية تاني حاجة تعمل باكتجات للأسعار هتحط سعر للحصة ولو اشتراك شهري هيكون أرخص من سعر الحصة الفردية ولو اشتراك سنوي هيكون أرخص وأرخص وده علشان تشجع المتدربين انهم يحجزوا معك لفترات كبيرة وتضمن ان الجيم يفضل شغال كويس طول السنة لان في الجيم الزبون بيجيب زبون وبيجيب رجلي للمكان حاجة مهمة جدا لازم تعملها لازم تعمل باكتج للتدريب يعني الاشتراك مثلا شامل أربع جلسات سونة وجاكوزي في الشهر مثلا إلى جانب التمرين وهكذا يعني لازم تعمل باكتجات ولو عاوز تدخل كمان نظام التدليق والحجامة برضو بتبقى موجودة في بعض الجيمات تاني حاجة لازم تعملها ان انت تعين كابت المحترم يدرب ويتابع كل المتدربين ويعلمهم التمرين صح ويكون فاهم ولو شايف متدرب يلعب غلط يوجهوا ويكون شخص مرح ومحبوب علشان المتدربين يندمجوا معاها بشكل كويس وفي أوقات السيدات لازم يكون معاهم مدربة بنت وكمان لازم الجيم يتقفل عليهم وما يتسبش مفتوح زي وقت تدريب الرجالة ولازم تتفق مع شركة سيانة تصين لك الأجهزة باستمرار علشان لو حصل عطل ما يقصرش معك في أي حاجة والجيم مستوى يفضل ثابت ومتميز أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم واستفدتم منها ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يجي لكم كل جديد وكان معكم مصطفى البغوري من قناة سنقولة بيزنس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته